ودائما بيوجه بدعم الفلاح والمزارع المصري كانت توجيهات سيادته النهاردة ان دائما واحنا بنحدد الاسعار خاصة في المحاصيل الاستراتيجية اللي لها تأثير في منظومة الامن الغذائي كان توجيه سيادته ان احنا يعني نعيد دراسة التسعير بشكل يعني محفز ويشجع الفلاح على انه يزرع هذه المحاصيل الاستراتيجية وفي نفس الوقت يشجعه على ان يورد المحاصيل في منظومة التوريد لوزارة التموين والمحاصيل الاخرى بحيث ان احنا نقدر حاجتين نشجع الفلاح انه يورد المحصول والحاجة التانية ان احنا نقلل فاتورة الاستراتيجية طيب سيادة الوزير طب اتفضل حاجة التانية اتفضل سيادة الوزير انا بس عايز اقول في حتة الدعم الفلاح الحاجة التانية ان هو برضو سيادته كانت طالع على منظومة الاسمدة والاسمدة المدعمة اللي الدولة بتقدمها للفلاحين وبطيب خاصة الوزير بالفلاحين باسعار مدعمة وكان بيتأكد ان هناك متابعة لهذا الامر ويمكن توجيهات سيادته كانت واضحة النهاردة ان احنا نزود في منظومة الرقابة والحوكمة عشان نضمن وصول الاسمدة المدعمة لمستحقيها وبالفعل احنا يمكن كنا عرضنا على سيادته ان احنا توصلنا الى منظومة رقابية مع شركة اي فاينانس ان شاء الله هنعلن عنها ونبدأ تنفيذها في خلال اسبوع او عشر ديام بحيث نبدأ نرائب مسألة الاسمدة من وقت خروجها من المصنع حتى ورودها الى الجمعية ثم متابعة صرفها للفلاح المستدف وبالتالي هنا نوم من انواع احكام الرقابة على المنظومة لضمان وصول الدعم الى مستحقيل لان ده يمثل بعمح فيه تيه بيوجه للفلاح والمزارع المصري يفرق كام الدعم الشكارة ما بين اللي بياخده هنا المدعوم ولو اشتراها من برا حضراك احنا بنوزع الاسمدة التن اليوريا بحوالي في النقل بخلافه بيصل الى حد اقصر خمس تلاف جنيه برا بحوال عشر او اكتر يعني سيدة الوزير فيما يتعلق به الزراعات الاستراتيجية او السلع الاستراتيجية سيدة الوزير بيتكلم عنها اليوم اللي يكون لها يعني سعر مجز للناس انا بتكلم على قمح بتكلم على ايه كمان هو دائما القمح على اعتبار ان الدولة بتشتريه لكن دائما في المحاصيل الاخرى واحنا برضو يمكن عملنا بنفعل منظومة الزراعات التعقدية يعني القمح على اساس ان الدولة بتشتريه وبالتالي الدولة بتقدم فيه سعر محفظ عندنا المحاصيل الاستراتيجية الاخرى زي الاعلاف فولستويا والدرى والحاجات داي فاحنا في وزارة الزراع عاملين منظومة الزراع التعقدية اللي بيشتري الدرى وفولستويا هم القطاع الخاص اتحاد الدواجن اصحاب مصاريع الاعلاف وخلاف فاحنا من خلال سياتك برضو هوات من نفس المنهج بنطلب برضو عشان من جيش نخش في ازمات مستقبلية ان اتحاد الدواجن ومصانع الاعلاف وخلافه يبدأوا يتوجهوا لوحدة الزراعات التعقدية في الوزارة عشان يتعاقلوا فعلا ونضمن نجرع ونشجع الفلاح نجرع محصول الضرى في الموسم الطادم ان شاء الله كويس طيب سيادة الوزير عشان ما عديش النقطة دي لانه فيه كذا ملف مهمين مع سيادتك طبعا وانا بشكر حاج دائما مساحات القمح هذا العام هتكون كام وكانت كام السنة اللي فاتت يعني زيادات هتبقى كام احنا السنة اللي فاتت كنا ثلاثة وستة من عشرة احنا ان شاء الله هنجد عن هذا الرقم يعني ثلاثة وستة من عشرة مليون فدان اه ايوا بيعملوا حوالي بينتوجوا حوالي عشرة مليون فدان احنا برضو عشرة مليون طن عشرة مليون طن واحنا يمكن من الحاجات اللي قلناها مع حضرك قبل كده في إطار التوسع الرأس وسط مباط أصناف جديدة احنا معدل الانتاجية للفدان يعني عندنا وصل الى ثلاثة طن يعني اكثر من حوالي عشرين ارداب في المتوسط ده اعلى من المتوسط العالمي واحنا نعتبر من الدول المتقدمة في معدل انتاجية وحدة الفدان فان شاء الله يعني نصل نزيد عن هذا الرقم السنة دي واحنا كمان بندق مسألة الحصر من خلال الاستفادة بالذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد بحيث تبقى تعتبر المساحات مدقاقة ان شاء الله نعلمها قريبا يعني هنزول اديه السنة دي لكن مش هكيل عن السنة اللي فاتت لكن هتزيد هتزيد طبعا مساحات الامح السنة دي هتزيد هتزيد لحاجتين الحاجة الاولية ان اصبح استعر مجزي وخاصة بعد توجيهات فخمس سيد الرئيس ان احنا نعيد دراسة استعره وان شاء الله دولة رئيس الوزراء يعني طبعا هناخد القرار مع مجلس الوزراء بعد مع معالي وزير التموين ومعالي وزير المالية وبنعرضه على مجلس سودرة من خلال دولة الرئيس واللي هو بيدعم ايضا الفلاح والمزارع المصري اعتقد ان ده سعر هيبقى محفز وان شاء الله هيبقى محفز بحيث ان يشجع الفلاح الحاجة التانية ان محصول الامح بصفة عامة بيعتبر الزراعات اللي بعده او زراعات كذا بتعتبر زراعات جيدة وبالتالي بقت زراعة المحاصيل الاستراتيجية سواء الامح او الضراء او الفول او فول الصوية اصبحت محاصيل مهمة ومؤسرة في ظل هذه الاسعار اعتقد مشجعة للفلاح اonzر شخص